الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقف مع السعودية ظالمة كانت أو مظلومة البيان الصادر عن البيت الأبيض أوضح أن أولوية ترامب هي ضمان مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل وشركائها الإقليميين الإعلام الأمريكي وجه انتقادات لاذعة لموقف ترامب الأخير صحيفة The Washington Post اعتبرت أن الرئيس الأمريكي خان قيام بلاده في خدمة ما كان بالفعل رهانا سيئا على ولي العهد السعودي وقالت الصحيفة أن ترامب يبرر صلاته بزعيم وحشي ومتهور عبر تجاهل النتائج التي توصلت إليها الاستخبارات الأمريكية افتتاحية صحيفة The New York Times جاءت تحت عنوان عبر مسامحته السعودية ترامب يعطي التوجيه للمستبدين الصحيفة رأت أن بيان ترامب حول القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي أظهر إلى أي حد يؤمن الرئيس الأمريكي بأن الحسابات التجارية ينبغي أن توجه قرارات الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط والعالم تحليل مشابه نشرته شبكة CNN التي اعتبرت أن ترامب بموقفه الأخير من بن سلمان قال للطغاة حول العالم إنهم إن وقفوا معه فإن واشنطن سوف تغض الطرف عن الأفعال التي تنتهك القيامة الأمريكية أما صحيفة Wall Street Journal فقالت إن الخطورة في موقف ترامب هي أن ولي العهد السعودي سيشعر أن بإمكانه فعل أي شيء من دون أن يعاني من نقص الدعم الأمريكي وصلتت الصحيفة الضوء على مواصفته بسوء التقدير لدى بن سلمان الذي جعل حماية المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط أكثر صعوبة حيث أظهر ولي العهد نفسه بأنه متهور في حرب اليمن وعنيد في خلافه مع قطر بحسب الصحيفة ترجمة نانسي قنقر